عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في قناة ايمان زهرة المطوخ التونسي اليوم بش حضر مع بعضنا كوسكسي تونسي بالقرنيت بش نزيد نعمل معاها كعبات عصبين القرنيت او كوصفتين في فيديو واحدة قلت ان هاي را حدو ما خيرش من طبق كوسكسي هكا تونسي بنين ومحرحر وفاوح يعمل 66 كيف تابعوني الاخر الفيديو بشوفوا كيفاش الطريقة بتبيع ما تنسوش تشاجعوني باللي جامولي كومنتاخ نتعدقات او والي الممكونات بتبيعة الهن هي مع اطلخ بسبناخ وهن跟你سبnik علاج مقصوص مخصوص تنجمو تعمله سبناه صافي تنجمو تعمله مع اطلخ صافي تعومو بالتعلم الليهن هي عندي زوز بصلي اكبار مقصوصي عندي الليهن هي كاعبه لا أسمتها شوية واقسيته هشوة الهن هي عندي شوية ثوم الهن هي عندي روزة خصلتو خصلتو مليح مليح وهو بش نزيد من الى متاع الفخص متاع الفخص متاع العصبان. الفاحل هنا عندي شوية كركم شوية فلفل اكحل شوية تابل تونسي. اشتر مغرفة صغيرة اه كمون ومغرفة اه صغيرة معبية هروس. يفوح برشا الفخص. لهنا عندي جرينات فلفل احمر شي هذو ما التقلية متاع المرقة هي وجرينات الفلفل الخضر. وبتبيعة لهنا عندي القرنيت اه اللي عندي بتبيعة طوي كالموسم امتاع ولمحل كعبات موش كبار برشا. لكن لو انتوما في تونس بتبيعة باش تلقاوا كعبات اخشين وفوحين يعملوا كيف. ولهنا بحكم عندي لهنا قرنيتات صغار دونك خيرت الرسم تاحا باش نعملهم عصبان. طويكة فش قلم تاعي باش نحط المكونات الكو اللي كا اللي ذكرتهم. بالنسبة الكمية متاع المعدنوس والالمكونات اللي كو اللي كا بتبيع انتوما وكعبات اه عدد كعبات العصبان اللي عندكم. انا عندي تقريبا خمسة كعبات. دونك هاوكا عينكم آآ ميزانكم. لهنا نحط آآ البصل خليت لهنا شوية للتقلية بعديكا. القرنيتة دي اللي حطيتها رو موش بشرطي هي هي بلا محال بش تتفوح وتاخد من البنة بتاع القرنيت والمرقة دونك اذا ما مش متوفر عندكم تنجموا تعملوا ما غير القرنيت. حطيت الروز وحطيت آآ لفاح زادة لفاح بتبيعة كيف كيف عينكم وميزانكم انتم والكمية بتاع عدد كعبات العصبان. لهنا زوز فصوص ثوم رحيتهم وحطيت لهنا شوية زيتونة بش نبدأ نخلط المكونات الكوليكا مع بعضها مليحة مليح. آآ الهروس والثوم تنجموا تعاوضوه بالمغرفة صغيرة هريسة عربي تفوح زادة بالاجداء بالاجداء. دونك لهنا نخلط المكونات الكوليكا مليح. المرة هذية حبيت الكوسكسي نعملو آآ بالقرنيت وبالآ بعصبان القرنيت حبيت نعملو متاع نهارين وحبيت وهكا يجيهم شخ شخ وفاوح هيعمل الكيف. نرجع بيكم تاويكا للآ للقرنيت وخاصة للراس متاع القرنيت كما يريتوا اللي هنا ينحيت لها آآ الجلدة متاح. حبيت نوريكم اللي هنا كيفاش تنشموا تنحيوا الجلدة متاحة كما تشوفوا. ولهنا استغلت هاكا فرصة وحبيت نوريكم للي ما يعرفوش كيفاش السوحلية يولدوا الكرشة متاع العصبان راي تقريبا نفس الطريقة. كما ريتوا ساهلة ما في ابان للراس متاع القرنيتة ساهلة ما للكرشة صعبة شوية. وهذي اللي نحيناها وحسيتها تنجم تكون كعبة اخرى راهوة للي عندو هاكا عائلة كبيرة تنجمو تستغلوها. دونك لهنا التحريكة خفيفة مرة اخرى باش نبدأ نعبي فيك عيبات العصبان متاعي. عصبان القرنيت. بتبيعة ما تعبيهوه مش بارشة خاطر كما تعرفو راس القرنيت رويه تكمش معتها تصغار الكعبة. والروز الحجم متاعو يتضاعف. تنك ما تعبيهوهش بارشة مباش ما تتفلقش. لهنا في العادة راني نسكرهم بالكوردون لكن الحق وفاعلية واللي تخذيت عندي هكا آآ سيغة بالنعلو وحكاكا كبيرة شوية. سكرتها بطريقة ذيكا بعديكا نقصت منه آآ في لجناب. نجمو تسكروها بالكوردون بالكيم عملت انا وقال لتنجمو تخيطوها آآ زادة كيف كيف. دونك لهنا باش نكمل انعبي الكعبات متاعي بنفس الطريقة ونأكد عليكم يا جماعة ما تعبيوهاش آآ بالكداس ينوري بعديكا تتفلق في المرقة والمرقة بعديكا تجي لكلها آآ الفاخس متاع العصدين بالطريقة ذيكا تنكل هنا كملت آآ حشيتهم الكعبات الكوردون ليكا سكرتهم بنفس الطريقة وباش نجي طويكا نملح ونفوح جرينات الفلفل الاخضر اللي باش نقال لهم لهنا عندي شوية ملح وشوية آآ تابل تونسي ديما وين نجي نعمل هكا روسات تكون فيها اللي باش نفوحها بال بالتابل التونسي نحب نفوح الفلفل بطريقة هذي يجي يفوح على الاخر ويبنن لي الزيت ولا المرقة اللي باش نطيب فاها دونك اللي هنا فوحتهم بالطريقة هذية وباش نمشي مع بعضنا نقليوهون دونك اللي هنا في المقفو الامتاعي حتيت تقريبا ميت ميلي ليلتر آآ زيت زيتونة وعلى نار هادية باش نقلام هوما وغرينات الفلفل لاحمر شايح اللي عندي جرينات الفلفل لاحمر شايح ما عندكم ولا فكرة قديش يفوحوا الطعام والماكلة يفوحوهم يزيدهم بنا على بنا خاصة اللي تاب هذية آآ الريحة متاع الفلفل مقلي وخاصة الفلفل لاحمر شايح تبدأ ميليت دار الكل دونك اللي هنا آآ بعد ما قليتهم نبدأ نخرج الجرينات فلفل لاحمر شايح خطر فيه ساعة يتحركوا ردوا بالكم يتحركوا سيناورا ويسايفوا طعمة امرارا وبعد ديك باش نزين بجرينات والاخرين باش نرحيم ونزيدهم في اللخر للمرقة تزيدها بنا على بنا دونك اللي هنا بعد ما خرجتهم هوما باش نخرج طويكا جرينات الفلفل الخضر بعد ما تقلوا عنا وانا حكي لكمش على ريحة الزيت يا جماعة وخاصة مع التابل التونسي وجرينات فلفل احمر شايح نوتكم ما نشاهيكم اكيد تتخيلوا معي في الريحة الهني باش ناخذ كعبة القرنيت كيفاش سقطهم في الزيت بالطريقة هذيك باش يحافظوا على الشكل الوردة كيك ولا تبدأ متفرشة في الزيت بالطريقة هذيك انتو كان الهني باش نقليهم تقريبا دقيقتين جزت باش ياخذوا الفورمة متاحهم وبعديك باش نخرجهم كيماريتو الهني بسم الله ما شاء الله خاصة لو جاتك هكا قرنيتة كبيرة تبدأ تبارك الله ما شاء الله دونك الهني باش نخرجهم انا على فكرة راني نحب القرنيت متاع تونس لم بدلوا لا بالشمس ولا بالقامرة صراحة فاوح وبنين على الاخر خرم اللي تبيع الهني في في فرنسا دونك الهني خرجتهم والماء والصوص هذيك اللي خرجت منه اردوا بالكم تبزعوا رايل بنا الكل في هذيك باش نحط الهني البصلة متاعي اللي قصيتها باش نقليها تقريبا دقيقتين وبعديك باش نزيد عليها التماطم انا حطيت مل تماطم هذيك تقريبا ثلاثمية وخمسين جرام سينوت نجم تحطوا زوزو مغرف كبار تماطم معجونة قليتم دقيقتين كهوء وزيدة الفلفل لحمرزينة مغرفة كبيرة وشوية اه فلفل هروس يفوح زادة بالكداء بالكداء والي هنا باش نمرق بالماء سخون متاعي دوب مهكي السوس تبدأ تغلي. اه باش نرجع كعبات القرنيط باش يتيبوا اه في راحتهم. بطبيعة الماء اللي يسايبوا القرنيط هذاك ازادة الرجعوه راو يبنن برشا المرقرة متخافوا وشرا ما يكحلهاش. تو تشوفوا بعديك الكسكسي كيفاش تلع عندي. ونسقط لهنا كعبات العصبان المتاعي باش نخليهم يتيبوا في راحتهم. كما ريتوا لهنا نقبتهم بعد ما سقطهم في المرقة باش كيتكمشوا وقتها اه النقابهم. اذا باش نقبوهم قبل ما تحطون في المرقة سخونة العيونة ذوكم الثقبة ذوكم بشي تسكروا. بطبيعة اللي هنا من نساوش نملحه. تحريكة خفيفة ونخليوها اطيب في راحتها. هنا ديما نطيب على نار هادي. طوي كباش نجي نحضر الكسكسي متاعي. انا الهني اللي اعملت قدر كيلو كسكسي. الهني عندي كسكسي عولة اللي شريته من عند لامتنا في كوجينتنا بصراحة بنا على بنا. اذا تلقاوا فرصة تحبوا تشريو هكا كسكسي بنين وفاوحة عليكم اه بي. بتبيعة مهيش ببليسيتي لكن اه بان بلان. دونك لهنا حطيت تقريبا كيلو كسكسي. حطيت له شوية ملح ما يستحقش انفوحه برشا خاطر بالحق هو فاوحة ديجا. خاصة بالعود قرون في الولكل. حطيت له لهنا شوية ملح وشوية كركم. الكركم اختياري. ولهنا بش نبدأ نبلو بشوية ماء وبش نكاسكسو بتبيعة هو ديجا مفور تفويره. ولهنا بش نفورو اه تفويره اخرى وكا وتنجمو تفوروه مرتين. اه كي ما تحبو. المهم كي تلقاوه بوقتها اه تهبتوه. وتنجمو الهنا تعملو زادا كسكسي اه كسكسي اخذ مع تصميد احرش وتكسكسوه. وسبقتو وريدكم بارشا مرات كيفاش اه انعملو الطريقة. طوك لهنا اذا حسيتوه مزال اولا محال الكسكسي العلا راهو يقبل برشا ماء وبرشا سوست باركالا. طوك لهنا اذا استحقيتوه اذا حسيتوه يستحق الماء هوكا تزيدو. وتكسكسوه بالطريقة هذيك وبعديك الهنا الفلفل احمر شاه بعد ما قليت وريد هبط شوية زيت صبيتو باش يزيد يفوح لنا الكسكسي متاعنا. وباش نحط شوية زيت زيت هنا وباش نكمل انبسو. يا جماعة كتاب داوت طيب وفي حاجة ما تبخلو بحتى استوسو بحتى حاجة اللي تعرفوها تزيد تبنن وتفوح الماكلة متاعكم. انا اي حاجة نعرفها تبنن. ما غير ما نخرج مع انت على على الوصفة ولا على الحاجة مع انت بش تغيري تعمتها والحاجة راني ما نبخل بحتى حاجة حتى ترفض الزيت متاع الفلفل احمر شايح هذيك نعرفو بشي بنن حطيتو. اه دونك لهنا انكمل نكسكسون بالاجداء وبعد يك نحطو في في الطنجرة متاعي في الكسكس ونحطو يتفور فوق الفوق الطنجرة. اه الهنا بتبع كما تعرفو القرنيت روكي نحطو معاها الحمسي للكعبة الحمس تجينا غامقين هكي عليش طيبتهم وحدهم. في شوية ماء وملح و شوية كركم و شوية زيت زيتون مغرفتين. الهنا المرقة تقريبا اه اتشاطرة التياب متاحها. توا باش نزيد الخضرة. راني الخضرة قاعدة نزيد فيها تدريجيا. انتوما والخضرة قداش تصبروا المهمة تخليوهاش تهبة وضوب عندكم في المرقة. الخضرة اللي يتيب تخرجوها. وبعد يكا اه ما تنسوش تعملو ثقب في الكسكسي باش يتفور بالكداء. لهنا فوحتو بشتر مغرفة اه كبيرة تاب التونسي يفوح ببرشة و اله تاب الكروية خاصة للكسكسي اللي يكون بالقرنيت. خليته يكمل يتيب شوية اخرى. وبعد يكا لهنا حسيت القرنيت والعصبين تبار كلا تابوا ما خليتهم شي يذوبوا. خرجتهم والخضرة زادة كيف كيف الخضرة اللي راها معنتها تابت. انخرجها باش تقود محافظة عالشكل متاحا. بتبيع لهنا جرينات الفلفل رحيتهم وزدتهم في الربع ساعة الاخير. وش نحكي لكم عن الريحة والبنة اللي زادتها. بسم الله ما شاء الله. الحمس وقت اللي كيف تابت عندي المرقة. زدتوا في اخر وقت باش ما يكحالش. طوى الكسكسي طاب عندي كما تشوفوا الهناي الرشة الفلفل اكحل في بالي نحرك في نرحي فيها وظهرت الوحدة مسكرة. انتو كا حتيت رشة في الفلفل اكحل. اه وطويك باش نبدأ ان نسقي في الكسكسي متاعي. ماذا بيكم اه تصفي والمرقة بتاعكم باش ما يهبطش اللي تفشها ذاك الكل لك باش يجيكم هكا اه انضيفه الكل. وبطبيعة يوقد اختياري ما تغير حتى شاي هذي معتها جوزة الفيزيويل للمنظر وكا هاو. انتو كاله هنا باش ننفرق الكسكسي متاعي نسقيه بالكده. اه ونخليه يهدى ويشربها كاكا في راحته تقريبا سبعة دقائق الى عشرة دقائق بطبيعة تغطيوه. ويجمع العملية هذي كي تصبوا المرقة متاعكم. ما تخليوهاش تصبوها وتخليوه لازم تتأكدو اللي حبيت الكسكسي لكل وصل لها المرقة. وقتها تخليوه يشرب في راحتو. سينو معتها بارتي جيكم شاربو بارتي جيكم مغير مرقة. وتويكة باش نحطو في طبقة تقديم واش نحكي لكم باسم الله ما شاء الله تبارك الله وماشاء الله دي جاء الكسكسي كيماريتو جاي كل كعبة وحدها. جاي طيب في حق حقه وتوي باش نبدأ نزينو التزيين حسيلو كل حد كفاش يحبي زين السحن بتاعو. بتبيعة تحطو الخضرة. الحمس والقرنيت. اه والعصبان بتاعنا حسيلو اه حليت كعبة العصبان هكا والريحة عرضتني تبارك الله حسيلو نودكم ولا شاهيكم. بسم الله ما شاء الله معزيد اه اه ليمت هذي باردة وعندي شوية بروض حسيلو صدقوني جاي حاجة تبرد عالقلب والله العظيم نودكم ولا شاهيكم جربوها الطريقة هذي وتفكروني ياسر ابنينة وفاوحة والهنا زي انتم مجرينات الفلفل وشوية الزيت هذوكم والمال اللي هبطت من الفلفل زيت هكا سقيتو من الفوق وهذه هي كانت وصفتنا لليوم ودورتنا ليكم شاء الله يارب يتكون عجبتكم اه ما تنسوش خلوني تخلو لي رأيكم في كومنتار اذا عندكم طريقة اخرى بتبيع ما تنسوش تبرتجيوها معايا شجعوني باللي جامولي كومنتار والبغتاج ابعثوا الوصفة هذي بين احبابكم واصحابكم وكهاو طوام ابقالي كنخليكم على خير شاية طيبة الناس الكل وسلموا عليكم ورحمة اشتركوا في القناة